حضر الرئيس الصيني شيجينبين يوم الجمعة الجلسة المصغرة للاجتماع الثاني والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شانخاي للتعاون ترأس الاجتماع الرئيس الأسباكي شوكة مرديا إيف وحضره قادة الدول الأعضاء في منظمة شانخاي للتعاون ومن بينهم رؤساء روسيا وكزاخستان وقرغزستان وطاجكستان والهند وباكستان حيث تبادله جهات النظر حول تنمية منظمة شانخاي للتعاون والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية التي تؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة وحث الرئيس الشيء الدول الأعضاء على تعميق التعاون والمضي قدما بروح شانخاي التقط القادة صورة جماعية قبل بدء الجلسة المصغرة وأشار الرئيس الصيني شيجينبين إلى أنه منذ تأسيس منظمة شانخاي للتعاون قبل أكثر من عشرين عاماً أيدت المنظمة روح شانخاي وتمسكت بها ونجحت في استكشاف مسار جديد لتطوير المنظمات الدولية وهناك الكثير الذي يمكننا الاستفادة منه من ممارساتها الغنية وقال السي إنه المهم إقامة ثقة سياسية مضيفاً أنه استرشاداً برؤية إقامة صداقة والسلام دائمين بين الدول الأعضاء في منظمة شانخاي للتعاون تحترم الدول الأعضاء المصالح الجوهرية لبعضها البعض واختيار مسار التنمية الخاص بكل منها وتدعم بعضها البعض لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية وتجديد الشباب وقال الرئيس الصيني إنه المهم أن نتعامل مع بعضنا البعض على قدم المساواة مضيفاً أن الدول الأعضاء في منظمة شانخاي للتعاون ملتزمة بمبدأ المساواة بين جميع الدول بغض النظر عن حجمها واتخاذ القرارات على أساس التوافق ومعالجة القضايا من خلال المشاورات الودية وفي إشارته لأهمية تدعيم الانفتاح والشمول قال سي إن الدول الأعضاء في منظمة شانخاي للتعاون تؤيد التعايش المتناغم والتعلم المتبادل بين مختلف الدول والشعوب والثقافات والحوار بين الحضارات والسعي نحو أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانباً وفي مواجهة الوضع المعقد حث الرئيسي الدول الأعضاء في منظمة شانخاي للتعاون على أبقاء المنظمة في مسارها الصحيح وتعميق التعاون في مختلف المجالات بالإضافة إلى مواصلة تعزيز بيئة مواتية لتنمية وتجديد شباب الدول الأعضاء وقد حدد سي عدة أولويات للمضي قدماً أولاً البقاء على الالتزام بروح شانخاي وتعزيز التضامن والتعاون ثانياً الحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي وحماية الاستقرار الإقليمي ثالثاً السعي لتحقيق الشمول والمنافع المشتركة في تعزيز التعاون الإمائي رابعاً دفع عملية توسيع منظمة شانخاي للتعاون وتعزيز مؤسسات المنظمة وأشار الشي إلى أنه بغض النظر عن التغيرات التي قد تحدث على الساحة الدولية فأن الصين ستظل حازمة في التزامها اتجاه التنمية السلمية والمفتوحة والتعاونية والمشتركة وستواصل النظر إلى منظمة شانخاي للتعاون كأولوية في دول ماسيتها وقال الشي إن الصين مستعدة لمساعدة بخبراتها الخاصة في مجال التنمية في تنمية دول منظمة وتحقيق حياة أفضل لشعوب تلك الدول